موسيقى يبدو من خلال اللي شفناه من الصبايا اللي طلعوا من القاعة الامتحان مقبول يعني يبدو انه وضع كويس من نسبة للأسئلة الوقت تتوقع انه كافي لانه ما لحد الان ما طلع اي واحد او اي صبي شكت من لانه قاعة بنات ما فيه اي صبي شكت من موضوع الوقت فيبدو انه عطوهم عشر دقائق زيادة كانت كافية انهم رتبوا امورهم صراحة انا ادبي والامتحان حسيته شوي ما يلا الصعوبة يعني هو سهل بس فيه شوي افكار جديدة وما يلا الصعوبة يعني ابدا ما ما يلا السهولة نسبة المراقبة كتير منيحة وشديدة يعني نوعا ما بس صراحة انتبحت انه دفتر الاجابات ما فيه اسئلة يعني ما فيه ورق كافي للاجابة يعني فيه واحدة خلص دفترها يعني بتخلص معاك السؤال الخامس بالظب بحال خلص الدفتر صراحة يعني كان في رسم بياني وراه في واحدة كتبة اللي خلص دفترها كتبة على رسم البياني بإمكانها تكتب على المسودة بس كانت بخلصيتها أريدي ما في مشاكل نهائيا نهائيا يعني أنا بس اللي بفطله إنه يعملوا فحصهم بالمدرسة مش بمدارس تانية من أزمة هالعالم والسير والعالم بس هذا اللي بقترح نفس المدرسة اللي هي فيها لإيش هالشنطة تناسبة حسين وناس هون وناس هون وكل من رب موحل هاي الفكرة يعني أهوى للأهل وأريح للطالب بجوز إنه عاملينه هيك لما كان فصل شدة الدنيا وهيك عساس الانجمدات والشغلات هاي خلو الوقت متأخر وبرأي هيك فيه أريحية للطالب أكتر بالوقت المتأخر أصلا ما في مراوح كانوا مشاوبين وعرقانين ومتوطرين يعني بس بس الأسئلة بتقول لك إجمالة بهمين هيك وفي هيك هو سهل بس فيه سؤال ضربونه فيه يعني مش موجود بكل منهاج لا أعرف بده كمان وقت شوي كان بده وقت مش كثير صعبة بس إنه مش مفهومة كان في تقريبا تلات أسئلة وأكمن فرع من سؤال مو 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 وطعين طبعا كانتوا هذا يشيل المرافقين صاروا يعقول لنا هاي الأسئلة من الوزارة إحنا ما دخلنا ما حاولي خاطب الوزارة ما لا يعني هم مش متعودين على الشدة الموجودة لأن الفصل الأول كانوا كتير يعني أقل فكتير كانوا شديدين في استغربناعين زي أنا طلبت أقفوت على الحمام لكل نفر فيه إنه متعمليش حركات وكان كتير 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 شوب وبالنسبة لي المتحان ما كان أوفر صعب يعني عادي كان متوسط كان مروحة واحدة مروحة واحدة ويعني ويدوب مهوية حالها بلنسبة للأفتر الإجابي كان كافي؟ لا يس يس كان كافي آآ الحبر اللي بالألم الإعلام بتحل يعني 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 المصليح بس يبليش يفتح الحين صد من الدفاتر لأنه الإعلام بتحل فهي المشكلتين شكراً طلبنا أول إشي أول إشي مراوح بالقاعات يعني مراوح أكتر تاني إشي إنه الكل الإعلام أحسن شوي يعني بإعلام أحسن نقدر نكتب كانت كتير صعبة يعني أنا ما في لا مبلغ من جو المنهاج بس الأسئلة مش مباشرة وبدها كتير وقت وأنا يعني كنت عن بحل يعني بنفس الوقت مش عارفة هذا الحال صح ولا لا يعني أنا صراحة يعني كتير درست كتير منيح يعني الوحدة الأولى ختمتها مرتين وأخبس يعني جدي كتير حرام والله رأى على الأقل بالتصليح بس ما رح أطالب أكتر الوقت مناسب بس المشكلة إنه طبعاً الجو حار جداً وكان مفروض على فكرة حتى يعني بنتي أنا نفس الطلاب طلبوا إنه على أقل يكون فيه مراوح يكون فيه مكيفات يجهزونهم له هاي يعني عفوا أنا اليوم بنات على فكرة أغلب البنات سألتهم الصبح لما وديت بنتي على المدرسة متوترات جداً ما بعنا شو يشابه بالتوتر هل هو إنه نخوف مني امتحان عشانه أول امتحان في الفصل الثاني أو إنه ممكن والله أعلم وضع الأسئلة حتكون صعبة سهلة زي الفصل أول لأن الفصل أول بصراحة لا أخفيك أنا بنتي معدلها 92 علمي لنزل معدلها اللي هو الرياضيات اتوقعت إشي ولكن للأسف غلطة ممكن فرع من القانون طاروا ثمان علمات بالمعدل فهي عفكرة يعني كثير يعني الصعب عليها لا طبعاً لا بس أنا لا أخفيك إنه كنت أفضل إنهم لو سووا في رمضان أو حتى يعني آه والله مش غلط لأنه الجو ما يدخل عفقناً الطالب بدوس أول عآخر ولكن هم لما أخروا الامتحان على فكرة عليهم أنا سألت البنات أغلبيتهم أو الطالبات خانيحكي اتوتروا من عميل التأجيل صراحة أول الشي بالنسبة للرياضيات هم في بعض الطلاب كانوا فضلوا إنه يخلوه مش أول امتحان كيف؟ يدخل مثلاً على امتحان أول امتحان مثلاً خانيحكي زي ثقافة إسلامية أو تاريخ الأردن عساس إنه تكون مادة حفظوية سهل فبيدخلوا عليها بقدمهم امتحان منيح بيطلعوا على موالتها زي رياضيات والكيميا والفيزياء مستعدين أكثر فإنهم يحطوهم ما قويش الرياضيات لا سمح الله ممكن مثلاً يعطوهم امتحان الرياضيات إن صدموا فيه ممكن امتحان البعضية أثروا عليهم فكان الأفضل إنه امتحان الرياضيات يكون بعد مش المتحان الأول بس هي هي ولا في مراوح ولا إشي حر كتير حرام هيك بنخنق الطلاب نطلب يحطوا لهم مكيفات ما يحطوا مراوحي يتعاونوا الدنيا حر كتير أنا طالبة من الأدبي كتير عنينا بالقاعة لأنه كتير شوب والوقت الأسئلة اللي بدها كتير وقت فنزنقت بآخر إشي وبتمنى أنكم تركوا كونديشن أو مراوح لأنه كتير الوضع أنا من نسبة إلي طلبت ورق زيادة بتلزيق بآخر الصفحة بس برضو إنه هذا يعني لو هم يكتروا أحزن لأنه بضيعوا من وقته لما يجوا يلزقوا يعني فيه إشياء أصابة فيه إشياء سهلة بس حسب مستوى الطالب إيش بعرف في حل لا مش زي الفصل الماضي هذا الفصل الأسهل شوي ألا في مراوح وبسمحونا ندخل مايون وقت كيف بدنا عادي ماخدين راحتنا يعني وسط مش كتير صعيب بس مش كتير سهل كيف بنشبقها في فصل الماضي؟ فصل الماضي إحنا كنا متوترين أكتر بس هذا الفرع بس هو مش سهل أبدا إنه مش سهل لأنه شهر كان عالفاضي فعليا لأنه كنا تعبنيا ورمضان وهايك كان بالنسبة إلي عالفاضي يعني هم مراكبين ما بدأين مروحة شوي أهوان من إنه بدون مروحة بس ستل شوب بالنسبة لعادة الورقات الإمتحان كانت كافية العديد في السلح؟ أه وفي زيادة بصراحة كان مستوى فوق العادي والوقت ما كان بزيادة حقوا المستوى رح يكون عادي أو قل من عادي كان بده شغل وبده وقت زيادة ومش يعني ما مش زي ما حقوا بوليش بلا دفتر إيجابي كانت عدد ورقة تكافي العدد السلح؟ لا 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 تطريت أسامل ورقة الرسم البياني لا ممنوع ممنوع ورقة الزيادة لا على استعمل مثلا من أسئلة اللي عندها تكملة أو عندها وسائل بتقدر تستعمل الزيادة بس ما بتقدر تلحق ورقة بالدفتر تكبسها أو هي لا المراقبين يعني الحمد لله كانوا مناح بس الله يعافيك الله يعافيك أحبه مقبل علمي شو رأي في الحالي أبل كل إشي الدنيا شوفيش مربحة ثاني إشي الامتحان متوسط يعني متدرج من السهل للصعب عدد وراء الكافي أكثر من عدد الأسئلة بس كان في أسئلة طويلة ما كانت تكفي الورقة يعني كنا كتير من نقول من صفحة لصفحة عشان نكمل السؤال وما منعرف إذا بصلحوا السؤال ولا لا بس بشكل عام أحسن من الفصل الأول بس مش بزيادة اامتحان اليوم يعني كان نص نص بس يعني بالنسبة للسنوات الأبل اللي حلنا أسئلتهم كانوا أسهل يعني في أفكار يعني والأسئلة هيك والوقت يعني برضة يعني ما أسعفنا في أسئلةきたين إنه ما يردنا نكملها يعني وشو اسمه بس يعني بس احسن من انتحان الفصل الاول كافية وزيادة يعني مروحة مش شغالة اصلا ما بتلف حطة كيف المفروض ينحطة كيف حطيت يا سيدي مراوح ينحط مروحتين ثلاثة اما مش تروحوا تحط لطلاب تحشرهم حوالي مش عارف اكم من طالب الفصل الاول حطوا لهم شغلات اللي هي كاز الطالبات يطلعوا ريحتهم من كاز بتخنق طب كيف ادك الطالب يعود يركز امر الله ومشينا الشتاء وقلنا معلش الطالب بتقل بالجوكيت طب يعني البنات مثلا زي هيك بدك تروح تودي بناتك سري بالكلمة يعني مش اللحات عشان انه يعرفوا يقعدوا بالقاعة هذا اللي ضل علينا نعمله للولاد امر الله عم بتجيبوا اسئلة من المريخ وعم بنقول بنا نحسن اي تحسين مستوى طلاب انا مش فاهمة يعني احنا صارت عنا هواية انه نقول انه مستوى الطلاب كل ماله عن برسوب وكل ماله عن بقل يعني ليش هيك صارت عنا هواية انه نقول انه الطالب لازم يعاني ليش التوجيه صار كابوس للأهل والله العظيم انا بأكد لك نص الأهالي سورة كلياتنا نشرب مسكنات علشان نقدر نمشي مع ولادنا لانه كمان شوي بدك تمسك ابنك ترميه من كتر ما انت مصطوح منه والولاد بيكون مضغوط وانت مضغوط واخر اشي بيجيلك على قاعة لا تهوي زي العالم والناس ولا كمان تكون فيها مروحة مش لها الدرجة وانت جاي على قاعة مش صغيرة فيها كذا مدرسة يعني احترم الطالب عشان الطالب يعطيك مزان بدك انسى انا قاعد بتقول جيل اي جيل مستقبل وانا قاعد بدمر فيه لا نفسيته عن براعيها ولا اهله عن براعيهم يربوه صح مستوى الاسئلة كيف كانت مستوى الاسئلة انا احكي لك انا سألت عمستوى كذا طالبهم من ضمنهم بيجينات شاطرة كثير بتقول لي سؤالين ولا لهم علاقة بالاجوبة يعني مش سهل اجاوبهم وهي بنات شاطرة جدا كمان بتقول لي سؤالين انا بأكد لك يعني وعدين انت بتروح بتعطي طالب توجيه بتروح بتعطي كل مال قمعا بيقللوا عدد الساعات كمان شوين ان شاء الله بصير ساعة ونو صراحة كانت كتير صعب يعني فيها لا وانا بتطالع فيها احشية والله عظيم مش مكتوبة مثل هيك وفي ناس على العكس مجاوبينها طب يعني في ناس مع المجاوبين ينضطب فيش اشي الليو علاقة بالضطب فيها يعني اشياء يعني مثلا يعني في ناس بتجاوب هيك وفي ناس بتجاوب هيك بسي. معينها علاقة السيرة صراح بالاجوبة صراحة وصعبة صراحة. اه ومشكلة اه الفصل الماضي الفصل الماضي بامتحان الانجليزي. بدي يعمل للرايتنج ألم يخرب اكتر من مرة قلت لها انو ألم يخرب ألم يخرب بعد تلت ساعة عطتني ألم تلت ساعة اه نفس الاقلام. نفس الاقلام. وبعد تلت ساعة ما كتبتش الرايتنج بالانجليزي وجبت 37 من 70 ان هاي علام انا ما مرضه فيها لما اكون دارسة وتعباني على المادة. والفصل الماضي زي ما قالت صوبات أبدا يعني كنا عن جد نتكتك من البلد ويضرب الصوبتين ويقعد البنات تتخانق عليهم عندي وعندي فيعني صراحة لأة وهي يسمي هيني أكبر قاعة معمان والله أنا حسد تعب راح كله ألفاضي بجيب بالستين أو بالسبعين لماذا؟ لم أعرف إش يعني أنا حلّيت كل إشي حلّيت كل وزارة حلّيت أي إشي بالدنيا جيب لي أي كتاب أنا حلّيته لم أعرف ليس طب دي أقول لك هلّا إح أنا حلّيتنا 2008 إلى 2017 يعني قبل شهرين أنا كنت أجيب فيهم 96-97% انصدمت إنه أربعة أسئلة عليهم 20 علامة أنا تركت لهم إياهم أنا زاد معي ويت لأن مش عارفة أحلهم مش عارفة من أبلش مش عارفة أنا مش عارفة شديهم الأرسلة أقسم بالله كتير صعبين لأنه سؤال واحد بيجي سؤالين مش هيك مش هيك على الجد مش هيك والله يعني نحلّل فاتن أول إشي الجو زي النار إحنا أنا يعني شلحت الحجاب فعلياً وشلحت برجلي ومش عارفة مش هوا مش نتنفس هاد غياضيات يعني بدنا نكون مود كتير مني عشان نعرف بنحل فهو هيك الأسئلة ما بتنحل إنحل كل إشي بالدنيا عشان نجيب علامة ما نحلت ما نحلت المروح بتهوي حالها ما نحلت المروح بتهوي حالها ما نهوي حالها هي مشوّب المروح فش ولا إشي بحوي يعني خلينا نجيب علامة عشان إنه والله نحكيه نحلت على أربع أسادزة وختمت الفاتن مبارح ختمته أنا ختمت الفاتن يعني اللي خاتها من الفاتن مفرد يجب مية أنا شطابت عشرين علامة ما بعض الألم تطلع وجهها من الإقلام وجهها من الإقلام الإقلام تطلع كيف فارت على الإقلام على الوراق يعني بتنزل بالحال بتلاقي اللي فوق كله ساح ساح زي كإنه شوكولاتة قاعد بيسيح يعني الألم بيخزي بيخزي ألم بعر بالاختصار والغرفة شاب يعني عدد الصفحات بتففي لأنهم بيش إشي بنحل أصلا وفي سؤال كامل أنا متأكدة لإني أنا حافظة صفحات الكتاب أعطيني سؤال أنا بحكي لك رقم الصفحة اللي بالكتاب والوزارة حليتوا من أوليته لأخريته وفاتن خلصنا عشان عساس فصل أول حكوا ما حليت وزارة كافي ما حليت وكتاب خلصنا كتاب وخلصنا وزارة وخلصنا فاتن ما ضلش لا مركز ولا أستاذ غير أخدناهم وبالآخر في سؤال والله ما بعرف رحيات الله ولا عمر شفته في حياتي كلها من كل اللي درسته إحنا اكتشفنا إن الرياضيات فاش حدا طاعب عم في دمش فاش حدا بعرف يدرس رياضيات فاش حدا بعرف يجيب علامة بالرياضيات بسم الله ومزارة فاشل ومع المنفس هذا السؤال بتحدى إذا موجود بسؤال وزارة من قبل من 2008 ل2017 شتوية وبتحدى موجود إذا بالفاتن أو بتحدى كمان إذا موجود في أي معلومة موجودة للرياضيات تبعنا للمنهجات بتحدى إذا موجود إشي زيه بتحدى ضمل الأنباب قمر الحقيقة